مرحبا برج الجدي اهلا فيك في قراءتك العامة الشمس اتضحت عندك الامور بينك وبين نفسك صرت تعارف تخلى شوف مهي الطاقة اللي طالع منها هذا الكرت سقط كرت الفول المشاغب المخاطر المستعد يقفز من اعلى التلة وهذه ايضا الكرت رقم صفر البدايات الجديدة ولكن اشوف هني طريقة التصرف بلا هدف او التصرف اللي عفوي بزيادة تتصرف بدون ما تحسب حساب خصوصا لما يكونوا الاشخاص اللي انت قاعدت تتعامل معاهم جدا حساسين وجدا صارمين يحسبون لكل خطوة حساب انت تتصرف شوية بعشوائية ولكن الحمد لله انت خارج من هذه الطاقة ما هي طاقة المستقبل طاقة المستقبل ثلاثة السيوف طاقة اللي راح تحتاج اربعة الاخصان اهني انكشفتلك امور نعم يا برج الجديد ولكن محتاج مش دائما نقول النية مش دائما تكون مقام العمل عند الله هي في مقام العمل ولكن عند البشر حسابك معاهم يختلف كأنما هني انت نويت انت تسوي شي نيتك كانت خير ونيتك طيبة في مجال العمل في مشروعك ولكن اشوف كأنما هني الاخرين سيفسرونها تفسير خاطئ فكون حذر لازم انت تكون واثق وانت ضع خطواتك وكل خطوة شون السبب وراها وراح تأثر على من عشان ايضا ما حد يقدر يتصيد عليك اي اخطاء النتيجة ملك الاكواب شخص عارف نفسه واثق طبعا الملك هي طاقة نضوج لما تصل الى مستوى الملك معناته انك متأكد وواثق وايضا تكشف النواية بهاي الطاقة رح تستطيع انك خلال هذا الشهر تكشف نواية الاشخاص اللي حولك خصوصا في مجال العمل ومجال التجارة رح اوضح الحين الكرتات عشان تكتمل عندنا القراءة الشمس الخماسي الصغير اما انه ستأتيك اخبار اشوف هني اوضاعك المالية في تحسن مستمر وان كان بطيء مش سريع ولكن وجد اربع الاخصان هني يقول لك ان هذا التحسن او النمو يعتمد عليه افضل من ان تقوم بخطوات كبيرة ماديا او حتى في الحياة العملية وبعدين انت ما تقدر نفسك تتأقلم لا تنسى عندنا ملك الاكواب طاقة التأقلم فهذه هي الرسالة لك نعم خطواتك الصغيرة ولكن الثابتة هي الطريق الصحيح لك خلال هذا الشهر حتى ان كان في الدراسة اذا مشفت مثلا معدلك ونتائجك قاعدة ترتفع بشكل سريع هذا ليس مؤشر سلبي بالعكس مؤشر جدا ايجابي ويعتمد عليه ما هو الا البداية عزيزي لتحقيق الاساس او النتيجة اللي تطمح فيها من اجل نفسك خلا نوضح كرت المشاغب او الاحمق لما اقول احمق معناته هذا الشخص مستعد ان يقفز من اعلى التلة معناته اشوف ان طاقته شوي سلبية لما اقول انه مشاغب او مخاطر معناته اني اشوف الجانب الايجابي من الكرت هذا تمبرانس بالضبط لازم توازن ما بين القلب والعقل لازم توازن قراراتك تصرفاتك اهني يقول لك فكر قبل ما تتكلم فكر قبل ما تتصرف وان كانت نياتك طيبا فيما قلت لك يا برج الجديد في اخرين كأنما يتصيدون عليك الزلة او سيسيئون تفسير تصرفاتك في الفترة القادمة احتمال هني اشوف ايضا عندك حسد يحسدونك برج الجديد هو من الابراج اللي دائما يكون متوجه نحو تحقيق الاستقرار المادي لنفسه وللاشخاص اللي يحبهم في هذا الكرت قاعدة اشوف الاشخاص اللي يحبهم انت تصرف بدافع من اجل ان تحقيق لهم هاي الرخاء المادي انزين فهني يقول لك او حتى تبهر مثلا لو كان دراسة معناته تريد ان تبهر او ترضي عنك الاهل والعائلة اهني وازن قراراتك خلا نشوف من هؤلاء الاشخاص اللي يتصيدون عليك او يحاولون هم في حقيقة نفسهم يحسدونك اوكي ممكن اشخاص يكونون عندنا هني برج القوس الابراج النارية واضحة طاقتهم كرتين يخصون برج الاسد عندنا هني برج القوس ممكن ايضا يكون حمل ممكن ايضا تتعامل مع برج هوائي هني اوكي خلا نوضح اربعة الاخصان شفت هذا الشخص شلون قاعد يروض الاسد اشوفهم هني اشخاص يريدون ان يفرضون سيطرتهم عليك يملكون عليك شيء تكون ان دائما محتاج لهم بسبب ان مسكوا عليك شيء في محيط العمل يتصرفون ان اوهم قاعدين يساعدونك ولكن يدخلونك في متاهي يدخلونك في مشكلة عشان اوهم يطلعونك منها لو كان مثلا في محيط الدراسة هؤلاء الاشخاص يعطونك الاجوبة او يهمونك باجوبة خاطئة عشان بعدين تريد تحتاج لهم يدخلونك في نوع من الدوامة يريدونك دائما ان تكون محتاج لهم احنا نعرف برج الجدي من الابراج الاكثر الاستقلالية اللي بالعكس الناس يعتمدون عليهم هم لا يعتمدون على الاخرين انزين نوضح اربع الاخصان عشرة السيوف كأنما هذا الكرت قاعد يقولي ان انت منتبه في محيطك العملي حتى اذا كان عندك مثلا بزنس انت مريت بالكثير من الصدمات الخبرات التجارب انت هالوقت اللي برج الجدي فيه كان غير ناضج وغير واعي انت جدا واعي وان كنت تتصرف بشكل عفوي لكن انت جدا واعي عندك الخبرة اللي تحتاجها ملكة الحكمة التجارب المؤلمة هنيئة هي اللي خليتك تصل او ستصل الى مستوى ملك الاكواب طاقة الملك ليست بالشيء الهيئ ليست بالشيء الهيئ ليش خصوصا اهني لما يكون الملك ذكي عاطفيا الماء ايضا يرمز الى الذكاء العاطفي لما يكون في اشخاص اعرف ان يضمرون لي شرا ولكن استطيع ان اتعامل معاهم لان هذا هو الشيء ذكي استطيع اتعامل معاهم على اساس اني ما اعرف نيتهم اتجاهل نعم يا برج الجديد التجاهل هو الحل الافضل لك من اجل ان تأمن شرهم وفي نفس الوقت تتحقق لنفسك هذا النمو اشوفه هني جدا جميل نمو مادي ولكن جدا ثابت بشكل يومي بشكل شهري بشكل سنوان هاي النوع من التطورات المادية اللي رح تأتيك في الطريق ما تتوقف وما تنقطع تكون صغيرة ولكن ثابتة نوضح اخر كارت ملك الاكواب عشرة الاخصان كلها نهايات كلها نهايات عشرة الاخصان معناتها راح هني شوف مو قلت لك اني راح تكشف نواياهم لفترة ما انت كنت كأنما تلوم نفسك في وضع عندك في العمل في وضع عندك مادي قعد تلوم نفسك لان التطورات فيه ليست كما يجب هذا في الماضي ولكن انت حين ستمر بمرحلة تكتشف فيها الحقيقة تكتشف هنا الحقيقة ايضا الشمس تكتشف الاشخاص على حقيقتهم تعرف فهني راح تطلع والحمد الله من طاقة اللي تلوم نفسك برج الجدي كثير التفكير لما في شخص يزعل منه او هو يزعل من شخص ظل يعيد ويزيد ويفكر ويفكر ما يتوقف عن التفكير وهو يسموني دائما البرج الترابي اللي يتصرف كبرج هوائي طاقة العقل وهذا طبيعتك دائما انت اللي تحمل المسئوليات ويعتمد عليك ولكن في الفترة القادمة ستتحرر او على الاقل ستتوقف عن ان تلوم نفسك لانها ما ادري هني احسك ستدرك ان انت ما تقدر تتحكم بنوايا الاشخاص ما تقدر تتحكم فيه هني طاقة البرج الاسد هي طاقة التحكم الشخص يروض الاسد من اجل ان يتحكم فيه ما تقدر تتحكم بشخص ممكن برج هوائي ادركت انه ما تقدر تتحكم فيهم فراح تتقبلهم على طبيعتهم سواء الظاهر منهم وايضا الباطن من نياتهم طاقة جدا جميلة طاقة التقبل الواقع واضل اركز في نفسي اضل وان كنت عند الكثير من المسؤوليات المادية انا عارف ان الاموال القادمة في طريقي رح تساعدني رح تأتيك مساعدة ما رح تضل تحمل هذا الحمل لفترة طويلة لوحدك رح تكون الاموال كأنما تخفف عنك هذا الحمل شيئا فشيئا العشرة هي دائما النهايات وصلنا الى رقم النظوج ومستعدين الى البدايات الجميلة الجديدة رح ننتقل الى القراءة العاطفية طبعا هذه القراءة العاطفية رح تكون عامة مش مخصصة مثلا لمرتبطين او منفصلين واتمنى اني اسوي لكم ان شاء الله قراءة عاطفية مفصلة في شهر يونيو غير عن هذه رح ننظر هنا بشكل عام الى وضعك العاطفية برج الجدي هل هو كما وضعك العملي فيه نمو فيه تطور فيه تقبل وانكشاف الحقائق اول كرت العالم اما انت او الشريك الشريك ما يرغب بالرحيل عنك ولا انت حتى ولكن فيه رغبة هني للسفر رغبة قوية طبعا كرت العالم يتكلم دائما عن ان احنا نختم مرحلة معينة بنجاح وفيه اربعة الابراج الرئيسية برج الثور برج الاسد برج العقرب رمزهني النسر ولكن هذا هو برج العقرب وهذا برج الدلو احتمال انك تتعامل مع شخص من احد الابراج الرئيسية اللي بعدها عشرة السيوف شريكك مش انه استسلم او انه متمسك يحتاج الى مثل العطلة عطلة يفكر فيها عطلة مخطط انه يبتعد من اجل ان شوي يرتاح او يكتشف انزل كأنما لان اشوفه هني هذا الشخص حاول ان يتفهم معك يتواصل معك ولكن ما وصلت الى نقطة التقاء في وجهات النظر ثلاثة السيوف مرة اخرى في مصاعب في طرف ثالث من جانبك او من جانبه هو اللي مسبب هذا الالم او هذا النوع من النهاية فما بقلك هني النهاية لان قلتلك هذا نختم مرحلة معينة نختم مرحلة الالم وعدم التفاهم مش معناه ان ما في طريق لك في المستقبل مع هذا الشخص ملك الارض هذه هي طاقتك اشوفك هني كأنما عندك شوي نوع من هو لافقة ولا انه حتى تمني عندك احساس داخلي قوي اذا كان موجود هو صحيح اذا ما كان موجود فانتبه لهذا الاحساس عندك احساس ان هذا الشخص مهما ابتعد مهما انفصلته مهما انهى الموضوع بسبب مش قادر يتحمل مصاعب العلاقة ولكن سيرجع لك في شخص دائما مهما ابتعد في رحلته وانتقل الى بلدان عديدة انت على باله مجرد يريد شوي ان يأخذ متنفس خلا نقول ورح يرجع لك وانت وافقة هني اشوفك تضحك تعرف انه بينك وبينه فيه فيه تواصل غريب عجيب انت فاهمه وهو فاهمك حتى لو ما كان فيه بينكم تواصل حالي اربع الاخصان هل قاعد تخطط للارتباط او تحاول ان تراضي اذا انت كنت الرجل فالطاقة لك ان تحاول تراضي الشريك عن طريق ان تفتح موضوع الالتزام الارتباط الزواج نفسه اذا كنت انت الجدي المرأة فاشوفه هني طاقتك الطاقة تقولك ان هذا الشخص مهما بتعد عندك طير عندك شخص يحب الحرية عندك شخص يحب انه انه معي تجدد ما يظل مستقر انت هنا عندك طاقة الاستقرار ابقى في مكاني انتظر الشخص هو يرجع لي هذا الشخص اشوفه مسافر او يريد مخطط انه يسافر اوكي ومشغول في نفسه حاليا ولكن اعرف انه الاساس اللي تملكه انت جدا مغري بالنسبة له انت تجذبه تجذبه وشلون تجذبه هذا الشخص عن طريق استقرارك طاقة الدفء طاقة الحنان طاقة اللي انا رح اظل موجود من اجلك وما رح اصدك يوم من الايام لان دائما ملك الارض هو الشخص المعطاء اللي ما يرفض لنا طلب اللي يعطينا الغالي والرخيص عرفت؟ فعطائك اللي محدود هو اللي رح يكون يخليك مختلف في نظر الشريك انزين؟ من اجل انه في النهاية دائما رح يرجع لك كأنما هني اشوف الطاقة برج الجديش قلت لك انت اللي تتحمل العب عندما يفشل الاخرون في حملة فهني لما هذا الشخص الغريب العجيب ما حد قدر يتحمله رح يكتشف هذا الشي طريقته الخاصة ما حد يقدر يتحمله غيرك انت رح في النهاية يتذكرك تجي على باله ويرجع لك رح حين نوضح الكرتات ممكن انك تتعامل مع ميزون ايضا هذا الشخص دائما يبحث عن فرص افضل اللي تتعامل معه شريكك دائما مش فقط يبحث عن فرص افضل دائما يعتقد ان عندما يرحل رح يلاقي شخص افضل علاقة افضل زواج افضل عطاء افضل على الجانب الاخر و لكن رح يتعلم او يعرف الحقيقة بالطريقة المؤلمة هذا الكرت ايضا انقلب فارس الارض كأنما اوكي ايضا هاي الطاقة اشوفها تختلف باختلاف الجنس اذا انت الجدي المرأة فالشريك رح يكون مستحي من التصرفات الماضية معاك السابقة و رح شوي شوي يحاول ان يتقرب منك بحذر من دون ان تحس حتى بخطوات تجاهك اذا انت كنت الجدي الرجل فكأنما انت هنا احس ان شريكك هو اللي وضع رجلة على الارض و قاللك اذا الامور ما رح تمشي حسب تقديري حسب مزاجي حسب اللي مفروض ما درشلون هذا الشخص يريد ان تمشي الامور بطريقة الخاصة اذا الامور ما رح تمشي بطريقة الخاصة لان انت يا برج الجدي نعم تملك الكثير و عندك استقرار ولكن ما تعطيني كفاية وقت جهد ما تعطيني كفاية اما تصير الامور حسب مزاجي اما اني هذا الشخص يقولك رح ابتعد خلنا نشوف ثلاثة سيور عشرة الاكواب اشوف ان اللي بينكم زعل زعل و مختلفين على حقيقة المشاعر اللي بينكم الاكواب هي طاقة المشاعر اهني لما اشوف الاكواب مصفوفين كلهم فوق معناته مسمى العلاقة عندكم اختلاف على اجراءات العلاقة حتى يعني لو كنتم حتى متزوجين تختلفون على اشياء تفاصيل خصوصا شريكك يدقق فيها وهذا تكون سبب الزعل والانفصال والمشاكل مثلا اذا انتو في علاقة هذا الشخص يأخذ كلامك بحذافيرة لو قلت له مثلا احنا اصدقاء يزعل ممكن ايضا العكس هذا الشخص او هو اللي يقولك احنا اصدقاء انا لا اريد الارتباط انا اريد ان ارحل اصافر اعكس الطاقة ولكن اهني اشوف مسمى تختلفون على شلون تسمون الاشياء شنو نوعية العلاقة شنو نوعية عطائك انت له اوكي او عطاءه حتى هو لك اذا كان هو الرجل خلا نشوف كارت ملك الارض الكوب الاول هذا الشخص يشوف انه انت مثل ما قلت لك عندك القدرة على العطاء ناضج تملك الاموال ملك الارض عندك الاستقرار وتقدر تعطيه ولكن ما يحس انه انت انت هنا قاعد تعطيه حب مشاعر هذا الشخص يقولك المشاعر ما اقدر امسكها في يدي طاقة الماء ما تنمسك في اليد ابي شي ثابت مستقر ابي كلمه ابي وعد ابي انك فعلا تتقدم لخطبتي ابي تثبتلي ان انت تحبني بطريقة جادة نتزوج نرتبط تبتدي تتسوي الامور او ترتب حياتك على حسب احنا شلون نتفق تعاملني كشريكة تعاملني كشريك ما تخبي عني الامور تشركني في حياتك هني نتكلم عن الشراكة نفسها شلون قاعدة تصير هذا هو سبب الاختلاف ولكن مثل ما قلتلك هذا الشخص احس انه مهما ابتعدت عن بعض في النهاية بينكم طريق وانك فى المستقبل اخر كرت هذا الكرت سقط هذا الكرت طبعا بدون اسم هنا تقريبا صورته تشابه صورة طاقة السولميت توقم الروح ولكن العدد الطيور اللى موجود فوق سبعة سبعة هو رقم الانتظار مثل ما قلتلك بينكم طريق فى المستقبل بينكم قصتكم هني لم تنتهي لم تنتهي لم تصلوا الى خاتمة القصة او الحكاية ابدا دوكم فى بداية الطريق اشوف انه بسرعة ابتدت علاقتكم بسرعة انجذبتوا لبعض ولكن من دخلتوا فى العلاقة بسرعة ايضا اتكركبت الامور صار في اختلافات كثيرة بينكم على شلون تمشي العلاقة بينكم واحد مثل نقول للثانى انت ما تتصل كفاية انت ما تحتمك كفاية انت ما حسك جاد معاي كفاية انت جاد فى الحياة جاد فى الاموال ولكن مش جاد معاي اهني فى النهاية فى التقاء فى طريق ولكن عندنا سبعة سبعة معنات ان الامور رح تاخذ وقت عشان تمشي حسب مزاجك ومزاج الشريك قراءة جدا جميلة يا برج الجدي خلا نشوف ما هى الاقبار القادمة فى طريقك مثل نتائج الفحوصات مقدم على قرض مقدم على مشروع تطلب الحصول على تأشيرة من اجل الهجرة خلا نشوف اول كات ملكة السيوف دلو ميزان جوزا تسعة السيوف تسعة السيوف ثمانية الاكواب الخماسيين ميزان ميزان جوزا ميزان جوزا عزيزة برج الجدي فى شخص الجهة اللى قاعدة تقدم عليها نزين او حتى الشخص اللى قاعدة تحاول ان تحصل منها على الموافقة هو شخص ظاهرة جاف ولكن داخل انسان مخذول انسان مخذول هنا يقولك انت اللي لازم تاخد طاقة ملك الاكواب انت اللي لازم تستوعب هنا يقولك لا تحكم على الشخص بمظهرة انت اللي لازم تستوعب مع من ومع شنو قاعد تتعامل يعني مثلا لو قدمت على طلب الاستمارة نفسها طويلة الاشتراطات نفسها معقدة ولكن اذا جيت تنفذها رح تلاقي انها سهلة اذا جيت تقدمها رح تلاقي في تعاون رح تلاقي في تعاون الامور ليست كما تظن الامور اسهل مما تظن من ناحية الامور اللي تحاول ان تقدم عليها نعم في الكثير من الاشتراطات لدرجة انك هني قاعد تفكر في الاستسلام ما ينفع ما ينفع ما ينفع يساوي كذي ما ينفع يساوي كذي ولكن يقول لك لا عليك فقط ان تبتدي تاخذ تجرب حتى على الاقل جرب جرب من اجل التسلية لا تاخذ الموضوع جد فقط جرب انك تقدم او تقبل على هذا الشيء اللي انت تريد ان تحققه اقبل عليه النتيجة رح تكون او الحل لمشكلتك الرد على طلبك رح يكون جدا اسهل مما تتصور هني عندنا الملكة الشكاكة ننزل تعتقد ان هذا الشخص هؤلاء الجهة رح يطلبون منك الكثير نعم ولكن اثناء المعاملات نفسها رح تكتشف انه فيه طاقة تعاون من جهتهم وان كانوا هني شكلهم جاف فيه تعاون من جهتهم هني كأنه ما يملكون سمعة سيئة ولكن بالعكس لما تتعامل معاهم رح تلاقي انه فيه تعاون من جانبهم وفيه حتى استثناءات رح يسوونها من اجلك انت معاهم بغض النظر هم شلون يتصرفون مع الناس الاخرين ولكن معاك انت بالذات رح يكون تعاملهم جدا مرن ومريح دعا نرى ما هي الرسالة التحبيرية لك او التنبيهية خلال شهر يونيو وشهر ستة هذا الكرت طر The Metal King عشرة تكررت عندك العشرة وهي النهايات تختم مرحلة معينة بنجاح وصلنا الى نهاية مرحلة سواء كانت صعبة او جميلة بغض النظر وصلنا الى ختام ملكة الكنك هو ملك المعادن هو تقريبا مثل هو خليط من ملكة السيوف وايضا ملك السيوف ملك المعادن يتكلم لك عن الدسيبلن الدسيبلن بالعربي هو الانضباط ارمر الدرع اللي يلبسها و الحدود اشوف ان هذي رسالة عاطفية لك اكثر من انها عملية هؤلاء الاشخاص اه سوري الشريك اللي تتعامل معاه شفنا احنا من شوي ان عنده كرت الرغبة في السفر الرغبة في ان يغير شويه من من جو الاختلاف اللي بينكم عنده رغبة انه يسافر من اجل عطلة او يرحل شوية مؤقتا وجود هذا الملك هذا الملك يشابه طاقة ملكة السيوف اكثر ملك المعادن ملك عندما يقرر شي ما يحب انه اي احد يقف في وجهه او طريقة ولو جرب احد يقف في وجهه شوف منظره جاف لو جرب احد يقف في وجهه راح يقطعه بالسيف فاني شوف شنو طاقة لك النصيحة انت اخف طاقة المياه طاقة الانسيابية الامتصاص تمتص الغضب تمتص الجروح تمتص الألم من هذا الشخص تحتذر ايضا طاقة الاعتذار ولكن هذا الشخص اشوفه اللي في بالك خصوصا اذا كنتم متبعدين او زعلانين لحد الان يشتاقلك دائما الشخص الجاف ترى لازم تعرف انه ما صار جافي لانه داخله قلب جدا حنون وطيب وانخذل كثيرا ولكن هذا الشخص يفكر فيك كثيرا وانت تطري على باله ولكن لحد الان مش مستعد للرجوع الى العلاقة وان يعطيك فرصة ثانية فكأنما النصيحة لك ان لا تستعجل في رجوعك خلال هذا الشهر لا تنسى لنا طلع لنا هنا من شوي فارس الارض وهو الفارس البطيء الفارس الحذر اللي يرجع بحذر بهدوء حتى الشريك ما يحس انه رجع لحياته هذا هي النصيحة التحذيرية لك ورح اسحب لك طاقة الحيوان اللي رح تحتاجها خلال شهر يونيو بوترفلاي الكثير من الطاقة الهوائية بوترفلاي عنصرها الفراشة عنصرها هوائي مثل ما قلت لك النصيحة اللي تحتاجها الطاقة هي طاقة الانتقال الفراشة تمر بمراحل كثيرة مراحل كثيرة ولكن كل مرحلة ما تطول معاها وايد كأنما هنا يقول لك انت لازم شوي في الوقت الحالي نعم ما تقترب من الشريك ما تقترب من الاشخاص اللي مستعدين على طول ان يسحبون السيف عليك تكون حذر حذر ولكن في نفس الوقت لازم تلهي نفسك لان اذا ما الهيت نفسك امور ثانية رح تظل اتفكر في هذا الشخص اشوفه جدا ممكن يكون برج هوائي هنا عندنا الطاقة المائية عقرب حوت سرطان وعندنا ايضا طاقة الابراج الهوائية ميزان جوزاء ودلو لازم انت ايضا تشتت نفسك ليش لان اذا طاقة حتى في التخاطر ان دائما تفكر فيه ما قاعد تعطيه الحيز الكافي ان يتشافه ويتعافه ويكون مستعد عشان يرجع مستعد ينسى الماضي ينسى الالم ينسى عدم التفاهم اللي صار بينك لازم تعطيه حيزة واذا كان هذا يخص معاملات رسمية فهذا الشخص قلت لك رح يساعدك خذ منه الامور اللي تحتاجها في المعاملات الرسمية خليه يتعاون معك اسمح له ولكن لا تطيل معه الحديث لا تطيل معه تعمق في العلاقة لا تتعمق مع الاشخاص اللي بينك وبينهم معاملات رسمية في الفترة القادمة هذه هي الطاقة اللي تحتاجها عزيزي برج الجدي هذه كانت قراءتك الجميلة قراءة شهر يونيو اتمنى لك لتوفيك وشكرا